أنا أحضر للحلقة أمانة دكتورة يعني رجعت لي السوشال ميديا بما أنه واحد منبر إعلامي لابد منه معظم التعليقات صراحة مو تعليقي أنا أنا اليوم هنا عنصر محايد أنا أسأل وأسمع الإجابة ولكن الجمهور اللي البعض منه متذوق للفن لمدارس معينة والبعض لا يتصفح ويتفرج بس اللي موجود في الإنستجرام اليوم المرأة قاعدين نشوفها سمحيلي يعني كأنها سلعة رخيصة وأنت يا رجل ترى هذه المرأة مجرد للغريزة البشرية الفطرية اللي بعد أنا أسفى على هذا اللفظ الإنسان والحيوان يتفك فيها ولكن شوية حسيت أنه ما في الوازع الديني حسيت أنه ما في المحرك الأساسي اللي هو العقل فيه شوية رخص سمحيلي على هذا الموضوع للمرأة يعني أنا اليوم سفور لما أشوف هذه اللوحة فيه مسج واحد قاعد يوصلني أنا أنا ترى مرسامة لا أنا مفاهم المسج ومفاهم الرموز اللي باللوحة يعني مثلا اللوحة اللي فيها البكيني وفيها الرجل اللي اللابس قطرة وعقال هذه قالوا أثنين حميمين أي حميمين ما لا علاقة بال يعني ما في بينهم علاقة هي قاعدة على الشباك حلو أوكي قاعدة بين هي عندها المحتارة ممتاز بين الحرية اللي هي تبيها تدورها أو عبالها إنها هي تبيها الحرية ما تدري شنو فيه وراء الشباك هذا بس هي نصها يميل إلى الجهة هذه ونصها الثاني قاعد يميل إلى جهة الكولتر مالها عاداتها وتقاليدها اللي يرمزها الشخص هذا الرجل هذا يرمز للعادات والتقاليد وجودها باللوحة يرمز للعادات والتقاليد أوكي جميل فهي قاعدة بين بين النص بين هني والهني ماسك هني مو عارفة شيس كنفيوز لأن والرجل الكبير في السن قاعد يطالحها بطريقة يعني هو قاعد يقولها تغطي يا مرأة هذا اللي قاعد يقولها تغطي أرفت شنون يعني مو عاجب اللي قاعد يشوفها ما يبيها ما يبيها تروح للصوب هذا يبيها تي صوبه هو نحن يمكن ما نقدر نعرض هذه اللوحات اللي قاعد نتكلم فيها أتوقع يعني عرضنا هذه اللوحات راح تكون فيه انتقادات كثيرة يمكن حتى يحاولونا نيابة لكن اللي يدخل على شروق أمين في السوشال ميديا بشكل عام أو في جوجل وكذا راح يشوف اللوحات أنا عرض كل اللوحات الجميل الجديد والقديم